طيب هو يعني تم استبعاد مجموعة من اللعبين من أشهرهم طبعا محمد مجدي أفشا ومصطفى فتحي وقيل لما تم سؤال كيروش أنه ده الأسباب فنية يعني ربما أنه مش مناسب للعب أو طريقة اللعب اللي هي العب بها كيروش في المجموعة الرابعة رد حضرتك إيه؟ في الحقيقة أنا لا أتطفق مع مستر كارلوس كيروش تماما فيما أتعلق باستبعاد محمد مجدي أفشا هو أخشى أننا نندم على غروجه من القيمة ومبرره غير مقنع بالمرة هو بيقول محمد مجدي أفشا صنع اللعب بيلعب في مركز عشرة فلا يصلح لطريقة أربعة تلاتة تلاتة اللي هو بيلعب بها بنفس منطقه عبدالله السعيد بيلعب في نفس مركز محمد مجدي أفشا حتى لو قررت تتعدل مركزه فكان أولى أنك تعدل مركز أفشا لأنه أقدر على القيام بهذا الدور بفعل العوامل البدنية وبفعل أنه لاعم مرن أكتر من عبدالله السعيد شوف أنه في نادر أهلي بيلعب في أكتر من مركز في الفترة الأخيرة مع استبدال طريقة اللعب مع مستر بيس المسلميني فبالتالي أنا بشوف أن مبرر مستر كالوس كيرش غير مقنع بالمرة وبشوف أن أنت حتى لو شايف أن أفشا لا يصلح غير لطريقة اللعب لأربعة تلاتة واحد فأنت ربما في بعض المباريات وفي جزئيات من بعض المباريات تضطر لتعديل الطريقة اللي أنت بتلعب بيها وبالتالي لأن تجد صانع اللعب اللي يعمل لك ده فبالتالي أنا بشوف أن احنا افتقدنا عنصر مهم جدا جدا ربما يصعب تعويضه في البطولة وهو ده ممكن يكون لأنه عينه على المباريات الأولى فقط صحيح يعني أنت دلوقتي قلت نقطة مهمة جدا أنه قد يحتاج مجد أفشا كصانع ألعاب ومش هيلاقيه في المباريات في المباريات صحيح لكن دلوقتي هو بص على المباريات دي وده بيتفق مع التصريحات اللي هو كان بيقولها أنه عيني مش على المنافسة أنا رايح وخلاص مجرد المشاركة متهيق لا هو الفكرة بالنسبة له هو شايف أن يعني هو بيقول ده أن أربعة تلاتة تلاتة أفشا ما يصلحش يبقى واحد من الاتمين المحاور في مركز صناعة اللعب هو بيصلح يلعب صنع اللعب تمكز عشرة بشكل واضح جدا لكن أنت في بعض المباريات هو قرر أن هو يلعب بالتلاتة دول ديفندرات يعني ديفندرات بمهام لعب الوسطة الملعب يعني هو رايح رسم السيناريو حمدي فتحي قدامه النني وعمر السولية كان يلعب بالشكل ده التركيبة دي أنت تقدر تواجه بها منتخبات معينة لكن لما تكرر تصنع هدف أو تهاجم بكسافة فأنت هتحتاج اللعب المهاري في مركز المحور ده يعني مكان السولية وإنني هتحتاج لعب أقصر قوة وقدرة هجومية فهنا أنت كنت مطالب جدا جدا بأفشة في حالة تانية مهمة جدا أنا بسجلها وبقولها من دلوقتي إحنا هنفتقط لحاجة بنسميها ضابط الإيقاع إيقاع اللعب المتحكم في الرتم ولا لعب من تركيبة وسط الملعب قادر يقوم بالدور ده اللي هو الربط ما بين الخطوط وأن يكون قريب طول الوقت من الجميع اللي يقدر يعمل ده هو مجد أفشة ربما كان عبدالله السعيد قبل سنتين يقدر يعمل ده لكن عبدالله السعيد بتراجعه البدني في الفترة الأخيرة اللي كيروش نفسه لمسه وتواصل مع إيهاب جلال مدربه في برامدز وطلب منه أنه يكسف البردمج البدني ليه عشان هو شايف عبدالله وزنه زايد وشايفه متراجع بدنيا فبالتالي الدور ده كان مهم جدا أن يكون أفشة وزنه زايد ولا سن؟ وزنه زايد وسنه أثر على جهده البدني بالتأكيد فبالتالي أنا بشوف إيه الأزمة لو كان أفشة موجود ضمن 25 لعب يعني أنت لو مش رايفه هيبقى أساسي ممكن يبقى تبديلة من التبديلات